السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوارس رياضية ضد شباب الزمالك وتصريح النارية من مدرب الزمالك أين اتحاد القرى مما يحدث وشهادات خطيرة من لعبي الزمالك على ما حدث أمام فيوتشر مواليد 2005 خارج عدد من لعبي فريق شباب الزمالك مواليد 2005 للتعليق على ما حدث بالأمس خلال مباراة فيوتشر في دوري الجمهورية وكانت مباراة الأمس بين الزمالك وفيوتشر في دوري 2005 قد شهدت إصابات خطيرة للاعب الفريق الأبيض نتيجة تدخلات عنيفة غير مبررة من لعبي فيوتشر وصلت إلى حد بلأ اللسان وارتجاج في المخ وإصابات أخرى علي نوفا لعب فريق شباب الزمالك 2005 أكد أنه كان هناك تدخلات عنيفة غير مبررة وأنه فقد الواعي وتعرض إلى 20 غرزة وتم نقله إلى المستشفى وتابع أنه دخل من الأساس المباراة بدلا من لعب مصاب والغريب أنه لم يوجد أي تدخلات من الحكم رغم أن الحكم كان بجانبه خلال دهس الواجه من جانب لعب فيوتشر هشان فؤاد لعب فريق الزمالك موليد 2005 أكد أنه لا يتذكر شيء وأن من حوله تحدثوا أنه فقد الواعي وبلع لسانه وتم نقله إلى المستشفى وهو حاليا أفضل بكثير من الأمس وكان الأمر بالنسبة له صدمة كبيرة مما حدث في المباراة حيث يرى أن الدفع التي تعرض لها كانت قوية ومقصودة ووقع على الرأس ثم لم يتذكر شيء بعدها يوسف حمادة حارس مرمار فريق أكد أنه أيضا لا يتذكر شيء وفقد الواعي وبلع لسانه بسبب رقلة من لاعب فيوتشر في رأسه خلال محاولته وإمساك القرى مؤكدا أنه أفضل حاليا ولكن نصف وجهه تورم أول تعليق من الزمالك على واقعة الاعتداء على لعاب الزمالك موليد 2005 علاق حسين السيد ووضع مجلس إدارة النادي على الأحداث المؤسفة التي حدثت في مباراة الفريق موليد 2005 أمام فريق فيوتشر حيث اعتداء مباشر من لعاب فيوتشر على لعاب الزمالك مما تجعلهم إصابات قوية للعاب الزمالك وانتقل عدد منهم للمستشفى لتلقي العلاج ليعلق حسين السيد عضو مجلس إدارة على ما حدث حسين السيد أكد أن ما حدث أمر مؤسف ولا يمكن أن يحدث في مباراة ملاكمة وهناك أربع لعابين في المستشفى وما حدث كان أمام حكم اللقاء الذي لم يشهر بطاقة واحدة ما حدث أمر غير منطقي وأولياء الأمور في حالة قلق على أولادهم الموجودين في المستشفى مشيرا إلى أنه لا يسق في أن يحصل الزمالك على حق في هذا الملف بسبب المنظومة الفاسدة لعب الزمالك المصابون وعددهم أربع مصابون بإصابات بالغة حيث حالات بلع لسان وإصابات قوية ونقدم شكوى للحصول على حقنا وننتظر موقف اتحاد الكرة وواصل منفعلا لو الحماية مش هتتوفر للعبين الشباب هتتوفر لمين وأنا شاكك أن حق اللعبين هيرجع أو أن الحكم الذي أدار المباراة هيتم حسابه من الأساس نحن الآن في انتظار التقارير الطبية التي ستخرج من المستشفى الخاصة باللعبين وسنقدمها للجبلاية وننتظر كيف سيعود حق زمالك ونطالب بتطبيق اللواح ده الأخ مين حسين السيد عايز يستنى لما يطلع التقارير ويشوفه هيعمله إيه الإخوة الحلوين بتوع اتحاد الكرة اللي مش هعمله حاجة من الأساس ليه؟ لأن حسين السيد والشلة بتاعته مش فضين من أعياد الميلاد هما فضين؟ مش فضين هما بس فضين يقعدوا يعملوا أعياد ميلاد هل له مشكلة من المشاكل؟ ما حلوش مشكلة هو ليه لولا إنهم مجلس هايف وتافي وهلفوت لولا إنهم بيلعبوا بيهم الكرة بيعملوا في الشباب بتاع الزمالك كده وهم قاعدين يقولك ننتظر وإحنا عارفين إن الزمالك مش هياخد حقه يا السلام بمنتهى البساطة ده إيه البرود ده؟ ده أنتم معندوكوش دم خالص؟ إزاي أنا حاجة زي كده تعدي؟ موضوع زي ده ما يعديش أبدا لو الأسد كان موجود لا يمكن موضوع زي ده كان يعدي لكن للأسف إحنا عادين مع مين؟ مع مجلس فاشل مجلس مستهتر مجلس مش فاضي غير لعياد الميلاد مجلس مساعة مجيه ما عملش حاجة لنادي الزمالك كوارس راضية ضد شباب الزمالك موليد 2005 من لعبي فيوتشر وإصابات خطيرة تعرض عدد من لعبي شباب النادي موليد 2005 إلى إصابات خطيرة في المباراة واللقاء انتهى بالتعادل السلبي يعني ما كانش الزمال الغالب تكد تعادل سلبي شاهد عدد من الأزمات خلال أحداثه وتم الاعتداء على لعبي الزمالك وفق تصريحات الجهاز الفني والطبي للزمالك محمد عبد الله المدير الفني للفريق ووليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطع ناشئين بالنادي كشفوا عن كوارث رياضية حدثت في اللقاء حيث أكد السنائي في تصريحاتهم أن لعبي فيوتشر تعمدوا إصابة لعبي الزمالك بإصابات خطيرة تحت نظر حكم اللقاء إسلام الأماش وهو حكم من منطقة بورسعيد البداية عندما تعمد لعب فيوتشر الاستضام بيوسف حمادة حارس مرمى فريق الزمالك ليسقط على الأرض وابلع لسانه ويتم إنقاذه في الملعب ثم اعتداء ثاني وضرب مبرح وقوي على اللاعب هشام محمد لعب من قبل اللاعب فيوتشر ليسقط على الأرض وابلع لسانه هو الآخر ليتم إنقاذه هو الآخر في الملعب اللاعب الثالث الذي تعرض لإصابة هو علي نوفل والذي تعرض للضرب من لعبي فيوتشر ويتعرض لإصابة عبارة عن قطع في الوجهة وهو الآن في المستشفى داخل غرفة العمليات وأخيراً أنس هو الجناح الزمالك الذي تعرض للضرب ليتعرض لإصابة عبارة عن كدمة في الربا الرباعي الآن في المستشفى حيث أكد وريد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن الجميع حالته غير مستقرة ويستلزم بقائهم تحت الملاحظة 24 ساعة على الأقل وهو متواجد معهم هو ده اللي بيحصل يا سادة ومحدش بيلحق اللعيبة بتاعة الزمالك لعيبة الشباب اللي بيقولولك لو من لعيبة الشباب دي ما حفظناش عليهم يبقى هنحفظ على مين هو ده كل اللي بيعملو الأخ اللي بيعملولو عيد والميلاد الأخ هسين السيد اللي ملوش أي تلاتين لازمة حسبنا الله ونعم الوكيل أنتوا فاضين أنتوا مش فاضين عملتوا حاجة للقرة عملتوا حاجة لفريق القرة عملتوا حاجة لسه فقط عملتوا حاجة للقيد عملتوا حاجة للأزمات مفيش بسبب الزمالك الدردير يهاجم اتحاد القرى هاجم عمر الدردير النوقد الرياضي اتحاد القرى المصري عقب إصابات فريق القرى في النادي مواليد 2005 بسبب مباراة الزمالك موداري فيوتشر 2005 والتي أقيمت أمس سلاساء ونتج عنها إصابات عديدة للعيب الأبيض في المباراة ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك وهكتب مباراة الزمالك وفيوتشر للناشئين وللعلم مفيش لها في فيوتشر خد انذار حتى والإصابات هي حالتين بلا لسان وحالتين خطر وحالة جرح قطعي وعشرين غرزة أين اتحاد القرى مما يحدث اتحاد القرى اللي هو الجبلية وفعلا اسم على مسامة هم جبلية قرود هو ده اللي بيعملوه انهما بيعملوش اي حاجة لو حاجة ضد الزمالك بيقعدوا بيتفرجوا لو حاجة في مصلحة الزمالك يطلعوا يهجموا لكن خلاص الناس كلها ضد الزمالك والمنظومة فازدة والمجلس بتاعنا جاي يهد في اللي باقي من الزمالك لسه بيحاولوا ولسه بيفكروا ولسه عندهم نية هم كلوا اللي عملوه جايين بيشيلوا لوح شيلوا لوحة نادي القرن والوطنية والكرمة ورجعوا النادي زمورة وحاجات كده مالهاش اي لازمة جايين عمال فوالية مش جايين يحلوا جايين يعقدوا جايين يصفوا حسابات مع نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك لكن هنقول ايه حسبنا الله هو أن يعمل وكيل تحية كبيرة لجمهور الزمالك العظيم والف سلامة على اللعبين اللي تصاووا ان شاء الله يقوموا بالسلامة ان شاء الله يرجعوا لأهل يوم بالسلامة هنقول ايه لنا الله